ازايكم هللخص النهاردة فيلم موردر ماستري اللي بيحكي عن زوجين سفره عشان يحتفلوا بعيد جوازهم لكن نعمة وراته في جريمة مات فيها خمس اشخاص قبل ما نبدأ بقى عاوزين نوصل الملخص دوت لخمس تلاف لايك واللي مش مشترك في القناة ياريت ياخد لفة فيها ويشترك بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه نيك وماشي مع صاحبه جيمي في الشارع وبنعرف ان نيك بيحلم يبقى محقق محترف لكنه كل سنة بيشترك في الاختبارات وبيفشل دايما لدرجة ان المرة دي تبقى المرة الخمستاشر اللي يفشل فيها بس رغم كل دوب بيبقى لسه متمسك بحلمه انه يفوز في الاختبارات ويبقى محقق ساعتها بقى بيقول نيك لجيمي انه مايجيبش سيرة قدام مراته أوردي بموضوع فشله في الاختبار فبيوافق جيمي على كلامه وبيسيبه وبيمشي بنروح بقى بعدها لمراته أوردي وهي موجودة في شغلها وبتكون شغلة في تصفيفات الشعر وبتعمل تسريحات لنجمات مشهورة ساعتها بقى بتتكلم أوردي مع زبون اسمها نانسي وبتعرفها ان عيد جوازها الخمستاشر بعد بكرة وانها هتحط جزء تحت الاختبار وتشوفها يفتكر ولا لأ بس نانسي بتنصح أوردي انها بتعملش كده خصوصا ان رجالة بطبعتهم عمليين وبينسوا اي حاجة وما فيش مشكلة بقى لو تفكروا مراتي بما عاد عيد جوازهم وده اكيد يعني مش هيأثر على حبهم لبعض وبتكون أوردي مبسوطة جدا بكلام نانسي لكنها برضو بتصر انها تحط جزء تحت الاختبار في الوقت دوب بيكون نيك في السوبر ماركت وبيشتري شوية حاجات وبيلاقي ولد صغير بيسرق من السوبر ماركت وبيحاول يهرب من الكشير فبيحاول نيك يتكلم معاه ويخليه تراجع عن قراره بدل بقى ما يبلغ عليه صحاب المكان لكنه بالصدفة بيفتكر نعيد جوازه بعد بكرة فبيكرر يسيب الولد في حاله ويفكر ازاي هيفرح مراته أوردي باليوم بالليل بقى بيروح هم الاثنين عشان يتعاشوا سوا مع صحابهم وبتشوف أوردي ان جيمي جاب لمراته خاتم ألماس ب40 ألف دولار بهم ناس بتعيد ميلادها فبتحس أوردي ان جزءهم أثر معاها جدا في موضوع الهدايا وما بيرجعوا البيت بتفضل أوردي متضايقة جدا لانها فاكرا انيك جزءها الناس يعيد جوازهم وبيلاحظ نيك انها متضايقة جدا وبيقول لها انا محضر لك مفاجأة وان حجز لها رحلة لأوروبا زي ما كانت بتتمنى طبعا أوردي وقتها بتطير من الفرحة وبتعتزل نيك جدا انها فهمته غلط المهم بيجي معادي الصفر وبيطلع هما الاتنين على الطيارة وبيكون نيك مجهد جدا وبيقرر انه ينام على عكس أوردي بقى اللي بتكون حسة بالقارك ومش عارفة تضيع وقتها في ايه فبتقوم تتماشى شوية في الطيارة وبتكتشف ان الركاب كلهم ناموا فبيبدأ يتكلم معاها وبيتعرف عليها وفجأة بتيجي المضيفة وبتقول لأوردي خروج من المكان لانها موجودة دلوقتي في فئة رجال الاعمال فبينقص تشارلز الوضع وبيقول للمضيفة ان دي تبقى صاحبته وبيبدأ بقى يتعرف عليها اكتر وبيعزمها على مشروب في نفس الوقت بقى بيفوق نيك من النوم فبيفضل يدور على أوردي في الطيارة لحد ما بيلاقيها قاعدة مع تشارلز وطبعا بيكون متضايق جدا وبيتخنق معاها بس أوردي بتقوله ان تشارلز دوت شخص محترم وانه كمان عزمهم على رحلة باليخت بتاعه وقتها نيك بيكون رافض الموضوع ده تماما بس أوردي بتاخده على جنب وبتحاول تقنعه بالموضوع وبعد محاولات كتير قوي اخيرا بيوافق فبينزلوا من على الطيارة وبيستنوا تشارلز يجي اخدهم وساعتها بيشوفوا جاي من بعيد ومعها عربية فخمة جدا وغالية فبيتبسطوا هما الاتنين وبيحسوا ان دي هتكون رحلة ممتعة ومناسبة جدا لذكر عيد جوازهم بعد شوية بقى بيوصلوا اليخت اللي بيكون عملاق وفخم وهناك بيقابلوا سوزي حبيبة تشارلز السابقة وبنعرف ان سوزي انفصلت عن تشارلز عشان تتجاوز عمه مالكم وده لانه كبير في السن وعنده ثروة تقدر بملايين المهم بييجي توبي بن عمه وبيقابلهم بشكل مش لطيف بس تشارلز مش بيهتم وبيتعامل بشكل طبيعي قدام صحابه وبعد شوية بيروح نيك واردي للغرفة بتاعتهم ووقتها بتبحث اردي عن مالكم وبتعرف انه من اغنى اثرياء العالم وثروته تقدر بسبعين مليار دولار ده غير بقى الاملاك والشركات الكتيرة اللي عنده وبنعرف ان الجوز سوزي اللي عندها 23 سنة من اسبوعين بس والصحافة كلها كتبت عن علاقتهم وقالت انها غريبة بسبب فرق السن فبيقول لها نيك انه ما لهمش علاقة بالموضوع ولازم يستمتعوا بالاجازة ديت على قد ما يقدروا وفعلا في تاني يوم بيصحوا بدري المهم بيشوفوا تشارلز من بعيد وبيتخانق مع سوزي وبيفتكروا ان سبب الخناقة ديت هو جوازها من عمه وفجأة ساعتها بيشوف نيك ممثلة مشهورة جدا اسمها جريس ودي تبقى واحدة من الديوف بتعملكم وبيكون نيك موسوط جدا من قابلها وبيكون عاوز يتصور معاها بس مراته ووردي بتمنعه لانها بتحس بالغيرة بعد شوية بقى بيجي تشارلز وبيبدأ يتكلم معهم عن شغله وفجأة بيوصل الرائد موريس اللي بيكون مسؤول عن حماية مالكم وبيكون معا ديف كمان المساعد بتاعه وبيبقى موريس وقتها شاكك في نيك ووردي لانهم ناس غريبة عن عائلة مالكم بس تشارلز بيحاول ان يصلح الموضوع وبيخلي نيك ومراته يتعرفوا على كل الديوف اللي على اليخت عشان يعني يشيل الشكوك من عليهم بالليل بقى بنشوف طيارة شكلها مجهول بتحبط على اليخت وبيتكون سوزي وقفة ومرقبة طيارة وكأن اللي جواها تبعها هي وفي نفس الوقت بيعمل مالكم اجتماع مهم جدا لصحابه وساعتها بنشوف واحد من الحراس وهو جاي بصندوق إزاز فيه خنجر زهبي مرصع بالألماس وبيكون الكل مبغور من التحفة الفنية ديت اللي في تمانها بيقدر بعشرة مليون دولار المهم بيوصل بعدها مالكم وبيكون معاه سوزي وبيقول قصد كل الحضرين انه هيكتب كل أملكه وفلوسه لفي البنك باسم سوزي مراتو طبعا الكل وقتها بيتصد من كلامه خصوصا بقى ابنه توبي اللي مستنى النبو يموت عشان يورسه وقتها بيقول لهم مالكم انه عارف انهم منافقين وانهم بيعملوا كويس بس عشان ياخدوا منه فلوس وقود ما بيشوف نيك وقردي بيسألهم انتمين فبيردت شارلز عليه وبيقوله انهم يبقوا ضيوفه فما بيهتمش مالكم بالموضوع وبيكمل كلامه ساعتها جراس ما بتقدرش تستحمل أهنته للضيوف وبتخرج وبيتسيب الغرفة المهم بعد ثواني بيتقطع النور عن اليخت وبيسمعوا صوت اطلاق النار وبترجع الكهرباء من تاني وقتها كلهم بيتصدموا لما بيلاقوا ان مالكم واقع ميت على القرل والخنجر الدهبي مغروس في جسمه وبيدخل الكل في حالة هستيريا جديدة وبيبدأوا يوجهوا الاتهام لبعض بس نيك بيقول لهم ان المطلوب منهم دلوقتي ان كل واحد يرجع على غرفته ولازم يستنى الشرطة لحد ما تيجي واتحقق في الموضوع فبتتكلم أوردي معهم وبتقول لهم ان جوزها محقق محترف جدا واكيد هيقدر يساعدهم في حل القضية دية فبيتوتر نيك لانه اساسا ما نجحش في الاختبارات وبيقول لأوردي انه ما ينفعش يحققوا بنفسهم في القضية لانهم كانوا موجودين وقت وقوع الحادث وبكده هيبقى مشتبه فيهم وفعلا الكل بيرجع على غرفهم وبييجي نص الليل وبتكون أوردي مش عارفة تنام لانها بتفكر في مين المجرم الحقيقي ساعتها بتسأل جوز عنك انت شاكك في مين بالظبط فبيقول لها انه شاكك فيه ابنه توبي لان اول شخص كان معترض على ان والده هيتنزل لسوزي عن كل املاكه وفجأة ساعتها بيسمعوا صوت اطلاق ضرب النار جاي من بره الغرفة واما بيروحوا يشوفوا ايه اللي حصل بيلاقوا ان توبي ميت بالمسدس اللي معاه ومعنى كده ان هو الموت نفسه واكيد مش هو المجرم وفي تاني يوم بيوصل اليخت على شاطئ مدينة موناكو وهناك بيبدأ المحقق جاك يستجوب كل اللي كانوا موجودين على اليخت واحد واحد وبيكون شاكك في نيك وقوردي انه هم اللي عملوا كده خصوصا يعني انهم معرفوش مالكم معرفة شخصية واحتمال ان يكون فيه حد اقجارهم عشان يخلصوا عليه فبيقولوا نيك انهم اتعرفوا على شارلز عن طريق الصدفة وانهم كانوا طالعين رحلة اصلا عشان يحتفلوا بعيد جوازهم وفعلا جاك ما بيقدرش يمسك عليهم اي دليل حقيقي فبيجبرهم يعودوا في فندق في المدينة لحد ما القضية دي تتقفل في تاني يوم بقى بيكرر نيك ومراتو انهم يحققوا مع المشتبه فيهم عشان يشيلوا القضية دي من عليهم واول حد بيروحوله هو شخص اسمه المهرجة وده كان واحد من ضيوف مالكم اللي كانوا موجودين على اليخت ساعتها بقى نيك بيبدأ يستجوبه عشان يباين يعني قدام مراتو انه محقق ناجح وانه نجح في الاختبارات فبيقوله المعرجة ان فيه شخص اسمه خوان يبقى ابنه واحد من موظفين مالكم وكان مسؤول عن سباقات العربيات اللي تبع شركاته ساعتها مالكم بقى رفض يعمل تأمين على حياة والد خوان لانه اصلا ما كانش مهتم بحياته ومع الاسف في واحدة من مباريات حصلت حادثة جديدة ووالد خوان خسر رجليه الاثنين وعاش بقى بقية حياته متضمر لحد ما مات من الحزن بيروح بقى نيك بعدها عشان يستجوب الممثلة جريس وبتقوله انها شكة في تشارلز انه هو المجرم بسبب ان مالكم كان عاوز يحرمه من المراس فبيحس نيك وقتها ان القضية دي بقت معقدة جدا فبيكرر انه يروح يرتاح في غرفاته شوية وما بيدخل هو وغريس بيلاي في ورقة تحت الباب مكتوب فيها انهم يروحوا على غرفة ديف بسرعة وفعلا بيروحوا على هناك ساعتها بيقولهم ديف انه الشاكك في الرائد موريس اصلا انه هو المجرم خصوصا بسبب عدواته القديمة اللي ما بينه وبين مالكم لانه موريس زمان جات لقصابة وقت ما كان بيمنع عملية صوته وحصلت على مالكم ساعتها بقى موريس دخل المستشفى وفقد عينيه وما خرج اتفاجئ ان مالكم خطب مادلين حبيبته وكمان اتجوزها وخلف منها ولد بس مادلين ماتت هي والطفل بعد ما ولدت ومالكم دلوقتي معاش هادت وفاتها هي وابنها ومن وقتها بقى والرائد موريس كان عاوز ينتخم من اللي عمله فيه مالكم وانه دايما كان بيسأل ديف طول الوقت ازاي يحط خطة مدروسة عشان يقدر يخلص عليه من غير ما يسيب وراء اي دليل وعشان كده فكر في خطة انه يحط في غرفة كل اللي فيها اصلا عايزين يموتوه ومن بعدها بقى ينفس جريمته ومحدش هيشك فيه لانه هو اصلا المسؤول عن حمايته واثناء بقى ما هما بيتكلمه بيخبى بباب القوضة فبيستخبى نيك وقردي في الدولاب وفعلا بيروح ديف عشان يفتح الباب بس قبل ما يقرب بيتضرب عليه بالنار وبيموت في ثواني ساعتها بيخرج نيك وقردي من الدولاب وبيلقوا ان ديف واقع وميت وبيتضرب عليهم عما كمان نار من وراء الباب فبيضطروا قتاع انهم يهربوا من الشباك بسرعة وساعتها بيعدوا على غرفة موريس وبيلقوا بيغسل أسنانه وبكده يبقى هو مش المجرم اللي قاتل ديف وبيعدوا كمان على غرفة جراس والمهراجة وبيكونوا كمان موجودين عادي وبتبدع القضية للأسف تتعقد أكتر وأكتر وبكده الأدلة كلها للأسف هتكون ضدهم هما الاتنين فبيروحوا يعودوا في مطعم عشان يفكروا هيعملوا ايه بالزبط وفجأة بيظهر على نشرة الأخبار المحقق جاك وبيقولوا ان نيك واردي هم المجرمين وهم اللي خلصوا على ثلاث أشخاص ومنهم رجل الأعمال مالكم والشرطة دلوقت كلها بتدور عليهم فبيحط نيك تليفونه هو واردي في العصير عشان الشرطة ما تقدرش تتبعه من خلاله وبيكمل بقى جاك كلامه بيقول ان نيك ده شخص نصاب وانه منتحد شخصية محقق على رغم نصيقة في اختبار المحققين أكتر من ست مرات فبتسمع أوردي الكلام دوت وبيتكون متضايقة جدا وبتقوم وتسيب المطعم فبيروح نيك وراها وبيحاول يشرح لها الموضوع بس أوردي بتكون زعلانة بسبب كذبه عليها وبتسيبه وبتمشي وقتها بيحس نيك ان الأمور اتعقدت بما فيها الكفاية لدرجة للأسف انه هيخسر مراته وبيكرر وقتها انه هيحقق عن القضية بنفسه المهم بتوصل عربية فخمة وبينزل منها تشارلز وبيطلب من أوردي تيجي معاه عشان هيخليها تستخبه في مكان بعيد هي وجوزها لحد ما الأمور اللي بتحصل دي اتهدى شوية بس نيك بيستخبه في السوبر ماركت لانه مش عاوز يهرب لمكان بعيد لانه اساسا مش مجرم المهم بشتري تلفون من مدينة وبيتصل على صاحبه جيمي وبيطلب منه يساعدوا في التحقيق عن تاريخ عائلة ملكم وكمان يجيب له تاريخ أدوته القديمة مع الناس خصوصا القريبين منه وفي تاني يوم بتكون أوردي وصلت هيا وشارلز لمدينة اسمها كومو وبيقول شارلز لأوردي انه هينزل يجيب حاجة من المكتبة وراجع فبتستنى أوردي فعلا في العربية لكنها بتكون حاسة بصداع فبتدور على أي علاج قدامها فبتلاقي بالصدفة علاج للصداع لكنه مكتوب عليه بالياباني ودي نفس البلد اللي جاية منها سوزي حبيبة شارلز القديمة فبتبدأ تفكر ان شارلز فعلا هو مسؤول عن موت عم ملكم عشان يقدر يتجاوز حبيبته السابقة فبتنزل تروح للمكتبة عشان تدور عليه وهناك بتلاقي ان فيه حد بيرقبها فبتفكروا ان ده يبقى المجرم وبتضربوا أول ما بيقرب منها لكنه بيطلع ان ده يبقى نيك جوزها وبيقول لها انه شاف سوزي موجودة في نفس المدينة وهو دلوقت بيرقبها فبتقول لأوردي على الأدلة اللي هي وصلت ليها ونتشارلز وسوزي يبقى هم المسؤولين أصلا عن موت ملكم وفجأة وهم بيكلموا بيتضرب عليهم نار من بعيد فبيستخبوا وسط الكتب لحد ما المجرم بيقرب عليهم فبيوقعوا عليه رفوف المكتبة وبعدها بيهربوا بسرعة من مكان ولما بيخرجوا بيشوفوا ان سوزي ماشية من بعيد وبتحاول تهرب فبيجروا وراها بسرعة بس مع الأسف بتختفي في وسط الزحمة وبيفضلوا بقى يدوروا عليها في كل مكان لحد ما في الصدفة بيقابلوا اخوان في الطريق وما بيسألوا عن سوزي ما بيبقاش قادر يفهم كلامهم لأنه بيتكلم باللغة اللاتينية فبيحاول نيك يجمع أي جومة اللاتينية يعرفها لحد ما بيقدر يتواصل معاه وبيعرف منه مكان سوزي وبالفعل بيروح لها على هناك ساعتها بتقول لها أوردي إنهم خلاص كشفوا حقيقتها وإن هي أصلا المجرم اللي خلص على مالكم فبترفع عليهم سوزي المسدس وبتكون خايفة منه مياه كمان لأنها الشكة فيهم وقبل ما تتكلم بيظهر شخص ملسم وعلى وشه خناعة وبيرمع على سوزي إبرة مسممة بتخلص عليها في ثواني فبياخد نيك المسدس بتاعها وبيحاول يضرب نر على الملسم بس مع الأسف ما بيقدرش إنه يصيبه فبيطلع يجري وراه هوا وإخوان وبالغلب بيتكعب النيك وبيقع على أطباء بتتبع في الشارع فبيشوف الملسم واقف قصاده وبيمسك طبق وبيرمي عليه في نص دماغه فبيقع على القناع من على وشه ملسم تيجي دلوقتي عشان تقبض عليهم فبيقرر إنه يروح على بيت شارلز عشان يواجهه بالحقيقة لكنهم بيتفاجه إن شارلز ميت بالسم في بيته وبكده للأسف مفيش حد غيرهم بقى مشتبع فيه خصوصا إن المجرم بيتعمد يرتكب الجرائم بتاعته في نفس الأماكن اللي بيروحوها عشان يلبس له مهمة لاتنين القضية بس نيك و أوردي برضو بيقرروا إنهم مش هيستسلموا وبيعوض يفكروا مع بعض في كل اللي حصل وبيحاولوا يلاقوا دليل يساعدهم لحد ما بيتوصلوا أخيرا للمجرم الحي وبيروح بعدها الجاك وقت ما بيكون مجتمعا مع كل المشتبع فيهم جوال أسر بتعمالكم وبيقول وقتها إن المجرم الحي هي جريس وده بناء على الأدلة اللي قدروا يتوصلوا ليها وبمساعدة من جيمي الصديقة المحاق فبيقولوا إنه لما دور على شهادة وفاة مدلين وابنها لقى الشهادة اللي تبع مدلين بس ومعنى كده إن ابنها ما ماتش ولا حاجة واكتشفوا الحقيقة إن ملكم مخلف بنت أساسا بس رفض يعترف بيها عشان كان عاوز الوريس الوحيد لأملاكه إنه يكون ولد وبعد سنين عرفوا بالصدفة إن البنت ديت غيرت اسمها لجريس وكان قربها غريب أول ملكم خصوصا قبل وفاته وإنها رفضت تواجهه بحقيقة إنها بنته ويوم وفاة ملكم هي خرجت من الغرفة بحجة إنها زعلانة وقطعت ساعتها كهربع عشان تنفذ عليه الجريمة واتفقت كمان مع توبي ابنه إنه يخلص عليه عشان سوزي ما تاخدش أملاكه كلها ليها لوحدها وحتى طريقة موت سوزي كانت شبه مشهد مسيلته جريس في واحد من الأفلام اللي هي عملتها وفجأة ساعتها بتتكلم جريس وبتقول إن هي فعلا بنت ملكم لكنها مش هي اللي خلصت عليه فبيقول لها نيك تبقى أكيد خلصت على شخص أو اثنين من الضحايا اللي ماتوا وده معناه برضو إنك لازم تدخل للسجن فبيرد جيكو بيقول لنيك إنه مش هيقدروا يقول الكلام دوت للبوليس خصوصا إن معهمش أي دليل كافي بيثبت إن جريس تبقى هي السبب فبتخرج جريس من المكان وساعتها بتطلب بينها أوردي إنها تخلع الطائية اللي على رأسها لإن نيك ضرب المنسم بالطبق في دماغه ووقت ما كان بيهرب بس جريس وقتها بترفض تسمع الكلام لحد ما بيروح جيكو وبيخلع الطائية منها بالعافية وفعلا بتباني الإصابة في الشعر مكان ما نيك ضربها فبتطلع جريس المسدس اللي معاها وبتمسك أوردي وبتحدد كل الموجودين إنهم لو قربوا منها هتخلص عليها المهم إنه نيك بياخد مسدس موريس وبيضرب جريس في كتفها وبتقع على الأرض وبعدها بيتم القبضة على جريس وكل حاجة بترجع لطبيعتها ووقتها بتشكر أوردي خان على مساعدته ليهم والغريب بقى إن خان بيرد باللغة الإنجليزية مع إنه مش بيكلم غلاتيني ساعتها المعراجة بياخد بالهم من اللي حصل وبيعرفهم إنه شاف جريس وخان اتقابله في اليخت وإنهم قاعدوا مع بعض حوالي ساعة قبل وفاة مالكم ومعنى كده إن خان برضو شريكها في الجريمة وكمان هو اللي خلص على ديف لإن جريس في الوقت دوت كانت موجودة في غرفتها وفجأة ساعتها بيطلع جاك وبيجري ورا خان قبل ما يروح لعربيته بس خان بيمسكه وبيطلع مسدسه وبيهدد أي حد لو حاول ييجي وراه هيخلص عليه وساعتها بيدرب نار على العربيات الشرطة وبعدها بيركب عربيته وبياخد جاك وبيمشي فبتطلع أوردي ونيك وراب عربيتهم وبيفضله يطردوه لحد ما فعلا ما بتنجح أوردي إنها تخليه يعمل حدثة ولكن خان بيخرج من العربية سليم وبيحاول يخلص على نيك بالمسدس اللي معاه بس بيجي باص سياحي وبيدوس خان وبيخلص عليه وبالصدفة بيطلع إن ده نفس الباص بتاع الرحلة اللي كان نيك وردي لازم يطلعوها لكنه مع الأسف كان في طريقه للعودة فبيكرروا هما الاتنين إنهم يرجعوا لمدينتهم من تاني فبيروح لهم جاك وقتها في محطة القطر وبيسلمهم تذاكر لرحلة جديدة بدل اللي بازت وبيعتذر لنيك على كل اللي عملوا معاه وكمان بيعدوا إنها يساعدوا يعدي من اختبارات المحققين لإن هو فعلا يستحقها فبيفرح نيك جدا بكلامه وبيشكره وبعدها بيروح لرحلته الجديدة هو وقردي وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة أنا عملت قناة تانية وسميتها overdose أفلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة